اهلا بحضراتكم الجديد سلامتك يا بيب انا اعتقد كل الجماهير مش بس الجماهير الاهلي بس الحقيقة ولا الجماهير المصرية رسائل كتيرة جات من مختلف الانحاء العربية ومن كل حتى الجماهير المصرية اللي موجودة في مختلف انحاء العالم لمجرد ان هم بيعرفوا النادي الاهلي او بيحبوا النادي الاهلي بيحبوا الكابتل محمود الخطيب الدخول المستشفى في هذا التوقيت بطبيعة الجراحة بحرج الناحية الطبية لانه اكتر من حد من الجراحين لما تكلم عليها حتى هنا في مصر تكلم ان هي المسألة حارجة جدا انت بتكلم على ورم حجمه كبير ممكن عرفت النهاردة انه حد من كبار الجراحين لما خرج من قط العمليات قال للدكتورة حرم الكابت الخطيب الرجل ده جبل ده كان مستحمل ده ازاي دي المسألة كان فيها خطورة انت بتكلم على ورم ضغط على الحبل الشوكة على منطقة شديدة الحركة في النقعة الشوكة كمان مصدر الاحساس كله فعلها هو كان رايح كامل الكهرباء بتاع الجيز هو كان رايح لمرحلة خطر لقدر الله انا مش عايز اتكلم لان انا سألت برده اقولولي كان تأخيرها كان في تفاقم لا 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 كان يعني قد يؤثر على الحركة بشكل كامل كامل فعشان كده يعني حتى طب انت لما تكون عارف ان ده اللي عندك وهتعمل عملية لسه عايز تتأكد من حاجته ان الورم ورم حميد وان بإذن الله المنطقة الحساسة دي هتطلع منها بنتيجة يعني تخلصك من كل الألام وبإذن الله من كل الورم وعاعد بتشتغل في ظرف ضغط الناس كلها متوقع منك أداء هو ده دي ظروف الحرجة اللي احنا بنتكلم عليه دي ظروف غير تقليدية في كل تجاه اللي لفت نظر حاجة الكابت الخطيب يعني ما أعلنش ده إلا من قبل ثلاثة أربعة تيام من السفر يا سيدي ده بعد نتيجة المباراة أنا رايح ألمانيا لأنه قال يعني قبل ما يروح بالزبط عرف ده في أغسطس يعني عرف هذا التشخيص في أغسطس حد عايش عنده كإنسان بقى مهند عنده مخاوف أنه لقدر الله الورم ده ما يكونش حميد فتدخل في مشاكل شديدة الخطورة أو أنه يستمر الضغط ده على النخوة على الشوكي فيحدث شلل الجسم التام فبرضه مخاوف أنت بتتكلم من أغسطس الثلاث شهور دول الخطيب يعني حابس يعني أنا فجأت حتى أسرته ما كانتش تعرف هو عشان ما يعيشش حد في هذا الهام وكان يقدر يعيش وهم عارفين كل يوم حيقولون سافر هيزنه عليه طبعا مش هيستحمله إنه ما هو مش ما هو كمان بيشتغل يعني يعني فيه تحامل فيه تحامل على الجسم حتى لو أنت سليب حتتعب فما لا يكونت كده زاد من ده الضغوط نفسها بقى الضغوط العمل نفسه وضغوط المسئولية تجاه الفريق وتجاه النادي ثم الأحداث اللي كلها مع بعضيها تعمل هذا اللود أو هذا الضغط دا معناها إيه إن الخطيب حاطت شعار الأهلي فوق الجميع موضع التنفيذ على نفسه على نفسه دا اللي أنا بقوله يا جماعة على مصالحنا على كموحاتنا وأنا هنا مش بقول كلام أنا يعني يعني طول عمري عايش وبقول كده يا رب أقدر أكون بسام بحاجة وإن كان في حد أفضل مني أحسن ياريت مفيش حد فينا أو الأهلي فوقها الجميع هي دي إنك أنت باستمرات تتمنى الخير حتى لو لم يكن عن طريقك إيه اللي أنا نريد كل واحد عايز كل حاجة هو اللي يعملها وهو اللي لا أي واحد يعمل وكان في نازم تدخل ساعته كنت بداي وبقولك بس حتبوز الدنيا حتغليها شوية لكن خلاص كنا بنعيش مع المقل ونتطر نتعاون في الآخر دا اللي أنا عايزه عايز حتى مش وقت مين بيحب مين أي وقت إن إحنا كلنا بنحب حاجة اسمال نادي الآخر أهم فإحنا بنتنافس ونتعاون في نفس الوقت علشان مصلحة اللي بنحب أهم الصحف كلها يمكن والمجلات والمواقع مهتمة جداً بمتابعة حالة الكابتن محمود الخطيب مجلة آخر ساعة بكرة قدت كابتن الخطيب صورة الغلاف زي ما حضرتكم هتشوفوا ويمكن الصديق الأستاذ محمد عبد حافظ رئيس التحرير أجل الطبع لغاية النهاردة علشان ياخد آخر حاجة عن العملية ودي مش مجلة رياضية دي مجلة عامة ومجلة عريقة بالمناسبة كابتن الخطيب في نهاية السابعينات كان بيكتب فيها كان بي الخطيب يرد على سئلة الجمهور فمنحت غلافها النهاردة قلوبنا معاك للكابتن محمود الخطيب مع أكتر من ملف داخل العدد للحديث عن ظروف الجراحة اللي عملها الكابتن الخطيب وعن تفاصيل رحلته العلاجية اللي نتمنى إن شاء الله يرجع منها بكل سلامة تويتر بقى كان هو والفيسبوك بيعجوا بالمشاركات الكتيرة والتمانيات الصدقة للكابتن الخطيب من كل الناس اتحاد الكرة المصري قال في حسابه على تويتر خلص الدعوات لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بنجاح العملية الجراحية التي يجريها اليوم وأن يعود إلى بلده ومحبيه بكامل الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر